من طائرة مسيرة أنتجت للاستخدام بالأساس في أغراض التصوير إلى سلاح جوي استخباري إسرائيلي طائرة كواد كابتر أصبحت تغزو في الأولى الأخيرة سباء قطاع غزة بشكل مكثف وتستهدف المدنيين الفلسطينيين والبناء التحتية تتميز مسيرات كواد كابتر من حيث الشكل بأنها مسيرة رباعية المروحيات صغيرة الحجم لا يتجاوز قطرها كما تشاهدون هنا في الصورة لا يتجاوز قطرها مترا واحدا وتصميمها يشبه المروحيات كما أنها سهلة البرمجة وتسير إلكترونيا بطبيعة الحال عن بعد يتبتع هذا النوع من المسيرات التي طورتها شركة صناعات عسكرية إسرائيلية بخصائص وميزات مختلفة وهي ذات مهام متعددة في الجانب الاستخباري كالرصد والمتابعة وتعقب الأهداف الثابتة والمتحركة كما أنها مزودة بكاميرات ذات جودة عالية مع إذاءة خافتة كما تحتوي أيضا على أدوات تنصت دقيقة جدا يمكنها القيام بمهام عسكرية إضافية كإطلاق النار وحمل قنابل رغم صغرها قادرة على حمل قنابل ويمكن حتى تحويلها إلى طائرة مسيرة انتحارية طور الاحتلال طائرة كواد كابتر من أجل الحروب في المناطق الحاضرية بالإضافة إلى استخدامها في قوات المشات كما يمكنها التحليق داخل المباني وفي الأماكن الضيقة التي يصعب دخول الطائرات أو البشر إليها وهو ما يتيح بطبيعة الحال لجيش الاحتلال رصدا دقيقا لتحركات المقاومة وتنفيذ عمليات الاغتيال أو على الأقل جمع المعلومات عن المقاومة في غزة وتحديث بنك الأهداف أو تحديث بنك أهداف جديد بعد العدوان على القطاع وفي عدوانه المستمر على قطاع غزة وثق ناشطون وسحفيون ومنظمات حقوقية وثقوا استخداما احتلال هذه الطائرات لاستهداف المدنيين على طول شارع صلاح الدين وفي تجمعات سكنية ومن على شرفات المنازل قبل يومين وفي محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطع غزة تم استخدام هذه الطائرة في استهداف المدنيين في نوفمبر 2019 رغتال الاحتلال الإسرائيلي القيادية والمسؤولة العسكرية الثانية في سرايا القدس بهاء أبو العطى باستخدام طائرات مسيرة من تراز كواد كابتر إذ أشارت التحقيقات إلى أن طائرة كواد كابتر كانت تحلق فوق منزل أبو العطى وفي محيطه قبل اغتياله كما أكد الاحتلال استخدام الطائرة المسيرة الصغيرة في معركة سيف القدس في مايو 2021 ومشيرا إلى تنفيذها عمليات اغتيال بالإضافة إلى الهجوم على رجمات الصواريخ والاستمرار في عمليات الرست